السيد السوداني أوقف محمد جوحي عن العمل 3 شهر بسبب عقوبة محمد جوحي وصلت معلومة إلى رئيس الوزراء من أحد المدراء العامين في أمانة بغداد أنه يبتز علناً صراحةً يبتز هذا المدير العام دز رئيس الوزراء على محمد جوحي وعلى هذا الشخص وينفتح تحقيق بالقضية لما انفتح تحقيق رئيس الوزراء تيقن وتأكد وثبت له بالتحقيق أن محمد جوحي كان يبتز هذا المدير العام المدير العام كوفي وأصبح وكيل وزير ومعروف والحادثة معروفة ومحمد جوحي توقف عن العمل 3 شهر كعقوبة رئيس الوزراء وقف عن العمل شنو الغاية شنو الضرورة القصوى بهذا الشخص عادة بكتاب تكليف أراده مديراً عاماً لو لا اعتراض أحد الشخصيات السوداني طبعاً السيد السوداني عين محمد جوحي كمدير عام لكن حصلت هناك اعتراضات من بعض القوى السياسية من بعض القادة في مكتب رئيس الوزراء صارت هناك اعتراضات فكلفه بمنصب معاون مدير عام في مكتب رئيس الوزراء شنو السر شنو السر اليوم اللي نسأل نقول هذا محمد جوحي شخص من نتاج الابتزاز من نتاج تشرين من النتاج الذي وقف وأحرق وأوقف الحياة وأراد جر البلاد إلى الويلات اليوم آني أجيب وأنطي صلاحيات كاملة تامة في مكتب رئيس الوزراء الغرض من عدها هو شنو محمد جوحي معلومات دقيقة وصلت إلى رئيس الوزراء يا رئيس الوزراء يا سيد محمد الشيح السوداني نحن قاتلنا قاتلنا ودافعنا دفاعا مستميتا في سبيل إنجاحك لم نتعرض لك يوما لكن عندما يكون هناك خلل نشخص الخلل نقول هنا خلل حدث محمد جوحي ثبت أنه يهدد أصحاب الصيرفات بالكرادة وبالعرصات مثبتة ووصلت إلى هيئة النزاهة وإلى مكتب رئيس الوزراء هذه المعلومات وأي إجراء بهذا الخصوص ما حصل ونفسهم أهل الصيرفات كتبوا مطالعة إلى رئيس الوزراء بأكثر من مرة